ما تزال التوترات وردود على فعال متواصلة حول الاستفزازات النووية الأخيرة لكوريا الديمقراطية ذا وقد قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة ومن المتوقع أن يجري التصويت عليه يوم الثلاثاء أو غدا الأربعة بعدما تم تأجيله منذ عطلة نهاية الأسبوع في حين فرضت توكي عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية وعادت العمل ببعض القيود التي كانت رفعتها عام 2014 إلى ذلك طلب وزير الخارجية الروسي سيلكي رفروف برد قاس على بيونجانج مشددا على ضرورة أن لا تتسبب تلك العقوبات في تأثيرات سلبية على البلدان التي لديها تعاون اقتصادي مع كوريا الديمقراطية